الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين ومولاهم تبعهم بإحسان المجدين اللهم أعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين درسنا لهذا اليوم مراجعة للغة العربية مادة القواعد الصف السادس الابتدائي عزائي التلاميذ سوف أريكم الأسئلة الوزارية النموذجية الموجودة من 2019 وحتى تشعون صيغتها وترتيبها طبعا أول شيء قواعد اللغة العربية هنا جاء ثث أسئلة كل الإجابة عليها الترك ضمنها حيكون وبعدين أدنا المحفوظات اللي 50 درجة على القواعد أنه تنتبهون حتى تكون أكثر وضوح 50 درجة للقواعد بعدين سوف تكون هذه الأسئلة سوف تكون المحفوظات 20 درجة اكتب ثلاثة أبيات هاتم عنا 2019 ثلاثة أبيات اللي شاعر حفظتها لكن نحن نحفظ خمسة أبيات حتى إنشاء وتعبير 30 درجة جاء عن عالم بلادي جاء كإشهاك في علون أيها العلم وثانيا نصاحب الأخيار ونتجنب صحبة الأشعار يعني إيش معناتها هاي؟ يعني عن الصديق زي والصديق الثنين يعني الثنين وهذا كنت أخذت حتى لو جاكم هو طبعا السنة ماكو تعابير كتابية يعتمد على إنشاء الخارجي لكن إنت كنحافظ عن الصديق وكذلك عن عالم بلادي وإنت إن شاء الله تكون وقبلك نطعيتكم الإنشاءات والمنزمة الموجودة لتكون عندك المواضع زي والصديق الطيق تأخذه وهم إذا جاك خارجي تأخذه عن عن طريق الكتاب موجود عندك زي فهذه نموذج هاي لألفين و ألفين وتساطعش بالدور الأول طبعا هاي نوش عايسة القواعد إن شاء الله حلها بعد ذلك جانب بيت شعري بنكرة والمعرفة لكن إنت تكون أنا دائما كذكرتكم عزائي التلاميذ إنت قبل ما تيجي لمراجعة أو الدرس تيجي القاعدة لكل يعني درسنا والمخططات والملاحظات الرطاعة وميات جن أو الكادرس وبعدين نجي للحل زين واضح هاي أسئلة زين عدنا هاي الفين وثمونتعش الدور الثاني عدنا عفو هاي هاي أسئلتكم هاي عدتكم الأسئلة مال الفين وثمونتعش التمهيدي أيضا نجد ثلاث أسئلة قواعد خمسين درجة عليها وبعدين السؤال المحفوظات نكتب أربعة أربعة تأبيات من قصيدة شعر حفظ له في منهج المقرر وذكر اسمه مهم نذكر اسم القصيدة وكذلك الشعر أو قطعة نثري يختار وحد إما ثلاث أسطر من النذر اللي هي عدنا وصية سيدنا علي وعدنا خطوة أبي بكر صديق غضي الله وأنه إن شاء التعبير ستستقلوا من الناس إذا أتقن كل واحد مننا يعني هذا شنو كان يعني العمل المعلم ينور عقول الأبناء ويسلحهم بالحق أمام الباطل وفضيه يقتلوا بالرادية وبالعلم يقضوا على الجهل يعني عن المعلم عن المعلم عن العلم تفيد زين هذه التمهيدي هاي 2017 عندنا الدور الثاني تبهى عليها أيضا دائما اكتب لي أربعة تبيات الشعر مكررة اكتب ثلاثة أصر من النثر واذكروا السوق إله الإنشاء والتعبير على منابي ألوانه الراحل طبعا عن عالم بلادي الأمانة صيفة المون نقلنا الأمانة الصدق هاي طبعا نكتب عنه إلا يجي واحد خارجي زين عندك هوني 2018 للدور الثاني انتبه عليها هاي الأسئلة بلعب تكتبه هو اسم الموضوع وتنزل بالمقدمة وبعدين العرض تشرحن العمل وبعدين الخاتمة لازم مروري وهذه أسئلة القواعد إن شاء الله نقوم بحلة أدنا هاي دور الثاني 2018 كلها راح نحل إن شاء الله بإذن الله تعالى هاي هاي صيغة هاي صيغة الأسئلة الوزارية دائما يجي المحفوظات يكتب أجبع نحق واحد والإنشاء يكتب في أحد الموضوعين نفس الصيغة هون يعدنا 2017 تمهين 2017 تمهين حتى تكون تم معلوم الترتيب مع الوزاري دائما 50 درجة على القواعد 20 درجة للمحفوظات وإنشاء تعبير 30 درجة 30 درجة هذه أدنى الدور الثاني 2019 الدور الثاني 2019 يجعل نكرة معرفة ومعرفة نكرة لأحد الجملتين وإنما يجب تغير تغيره ورعتك واسلة معادة اللي مثلا هو أنه نحن المواضع الداخل طرع ما داخل والمحفوظات اكتب ثلاث أبيات من قصيدة البستاني هون لاحظوا جد محددة ليش أقول لكم القصائد الخمسة تحفظوها هون جاء محدد اكتب ثلاث أبيات من قصيدة البستاني واذكر اسم الشاعر اذكر ثلاث أسطر من النثر المقرر في المنج واذكر اسم قائل لازم تحفظ القطعة النثرية ثنينا يعني يقول لك اذكر لي قطعة النثرية من وصية علي علي السلام لبني الحسن عليهما السلام هون ايش تعمل انت تجيو لك محدد ببعض الاحيان مثلا هنا جاء قصيدة البستاني زين يحدد بعض الاحيان وهون اللي انشاء اجاء قال تعالى وقل اعمال وفصير الله عملك ورسوله والمؤمنون هذا عن العمل زين يقول لك العمل الصالح فيه رضا لله قوله ومنفع لكل الناس ثانيا دجلة والفرات نهراني خايدان ومنفع العراقيين من شمالي لجنوب هذا عن نهر الدجلة والفرات طبعا موجود تكمل التعبير الكتابي والطيق التهم تعبر عنه كذلك ادنا والأسئلة الوزارية اتباه تمعلي كذلك مرات مكررة دحقائي الفراغات دائما تجي تعرب لمأدات ايش نصب لأجزم لا يستفع الماضي في دائش زين اللبس الماضي عندما دخله هون قدموا مع المدرسة يبقوا يشرب المريض ودواء هاي دحقشون جاء اجعل مفعول بنائف فعل يحدا جميع غير ميزا بتغيرو زين هاي عام هاي عام الفين الدور الثاني الفين وثمانطعش زين فهاي هون وهذه الأسئلة الدور الأول الفين وثمانطعش زين ايضا جثت تأسي لقواعد علي خمشين درجة والمحفوظات نفس الحالة ونإنشاجها صديقي نفس يحب له ما يحب له لنفسي وأكره له ما أكره لها طبعا هذا عن الصديق وعلم بلادي بألوانه الرائعة هذا عن علم بلادي وطبعا هذه الأسئلة الوزارية أنت تفيدك نموذج إن شاء الله سوف أقوم بحلها في الدروس اللاحقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته